ومن بيروت عبر الأقمر الصناعية ينضم إلينا سيد ردوان مرتضى المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية سيد ردوان ما الذي يعنيه توصل هذا الاتفاق مع الجانب الروسي مع أحد أقوى مسلحي المعارضة في غوطة دمشق وهو جيش الإسلام ذلك يعني أنه لم يعد للمعارضة السورية ولمسلحيها سوى معقل رئيسي هذا المعقل هو إدلب يعني هذا الاتفاق الذي كان عرابه الروسي وسهله التركي على الأرض حيث أمن انتقال مسلحي جيش الإسلام الذين لديهم عدوات كبيرة مع باقي الفصائل المعارضة الموجودة في إدلب أمن انتقالهم إلى جارابلوس وجارابلوس هي المنطقة الأولى التي استعيدت بعد السيطرة عليها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية وهي تتبع إلى تركيا وهنا سؤال آخر سيد ردوان يعني ما الضمانات الموجودة الآن حتى لا ينخرط أو لا ينخرط عناصر جيش الإسلام مع العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا ما في أي ضمان لعدم أخراط لكن من يرى الحياة في جارابلوس كيف تجري المستشفيات والمدارس والحياة الطبيعية الموجودة هناك تعني في مسألة أولى هي ضمانة أولى تتعلق بموضوع الأسلحة الثقيلة التي يفترض أن يسلمها المسلحون قبل انتقالهم إلى جارابلوس هذه النقطة النقطة الثانية هي الحياة الموجودة في جارابلوس حياة طبيعية إلى حد ما يعني مجرد انتقالهم إلى تلك النقطة وهي أبعض نقطة عن إدلب في ريف حلب ذلك يعني أن هذه المعركة مع هذا الفصيل انتهت أو جمدت إلى حين توصل إلى اتفاق آخر يقضي بتسوية شاملة أو تسوية أكبر من التسوية التي تجري اليوم طيب ما الذي يعنيه التوصل لهذا الاتفاق للجيش السوري الذي طالما عانى كثيرا من وجود مسلح المعارضة في الغوطة الشرقية يعني فعليا عودة الغوطة الشرقية أو عودة دومة وهي دومة هي من حسب ما أنتم أعلنتم في التقرير ويمكن ما في رأم دقيق يتعلق لعدد الأشخاص الموجودين في هذه المنطقة وهم يتراوحون بين 120 ألف نسمة إلى 150 ألف نسمة عودة هذه المنطقة إلى كنف الدولة أولا ثانيا تحرير عدد كبير من الأشخاص الموجودين في هذه المنطقة الذين كانوا يخضعون لسطوة جيش الإسلام وهذا جيش الإسلام هو فيك تقول الفصيل إضافي إلى حركة أحرار الشام هو ذراع تركي آخر مدعوم تركيا من هذا المنطلق يعني عودة الغوطة الشرقية أو أمان دمشق إلى حد ما نعم شكرا جزيلا على هذا التحليل سيد رضوان مرتضى المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية حدثنا مباشرة من بيروت شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر